اشتركوا في القناة من طريق بشر من مختلف العصور وغالباً كانوا من الأنبياء اسمع معايا بيقول الكتاب في عبريني واحد الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنهي الأنبياء دولا كانوا بيتلقوا رسائل خاصة من الله ويوصلوها للناس لكن الله لم يره أحد قط في الماضي أما المسيح فربنا كشف عن طبيعته وأزاح الستار عن شخصه في المسيح هو كمال إعلان الله بطريقة يمكن رؤيتها ولمسها وإحساسها ربنا استخدم عدة طرق عشان يوصل رسائل في العهد القديم فمثلاً اتكلم مع إشعياء في الرؤية اللي شافها في أصحاح ستة ظهر ليعقوب في حلم في تكوين 28 كلم إبراهيم شخصياً في تكوين 18 وموسى في خروج 31 وكان الشعب ما عندهش مشكلة في كل الإعلانات دي لكن كان من العجيب جداً بالنسبة لهم أن الله يعلن ذاته بالكامل في ابنه ابن الله اللي هو الرب يسوع المسيح مع العلم أنه هو كان تمام وكمال الإعلان الإلهي في أروع صوره ما كانش المسيح هو مجرد المتحدث الرسمي باسم الله زي ما البعض يفكره لكن كان هو الله بذاته والله معلناً هو نفسه اللي تكلم في العهد القديم هو الأزلي الأبدي به وفيه وله خلقت كل الأشياء بحسب كلوسي واحد وبيقول أنه هو الإعلان الكامل الإعلان الكامل اللي ما نقدرش نشوف صورة الله إلا فيه هو ربنا استخدم عدة طرق عشان يوصل رسائله في العهد القديم فمثلاً اتكلم مع إشعياء في رؤية في أصحاح ستة تذكروا ظهر ليعقوب في حلم في تكوين 28 كلم إبراهيم شخصياً في تكوين 18 وموسى في خروج 31 وكان الشعب القديم ما عندهش مشكلة في كل الإعلانات دي لكن كان من العجيب جداً بالنسبة لهم أن الله يعلن ذاته بالكامل في ابنه ابنه اللي هو الرب يسوع المسيح الابن الأزل اللي هو في حضن الآبل مع العلم أنه هو كان تمام وكمال الإعلان الإلهي في أرواع صوره ما كانش المسيح هو مجرد المتحدث الرسمي باسم الله زي ما البعض بيفكروا لكن كان هو الله بذاته الإعلان الكامل لذات الله هو نفسه اللي تكلم في العهد الأديم هو الأزلي هو الأبدي هو السرمدي من به وفيه وله خلقت كل الأشياء حسب يحنى واحد وكلوسي واحد هو الإعلان الكامل لله وما فيش صورة عشان يشوف بها الإنسان الله أكتر من المسيح المسيح هو التجسد الكامل لذات الله بنشوف في الجزئية التالية من الأصحاح واحد إعلان يوحان المعمدان عن أنه ليس هو المسيح المنتظر بيكلم عن نفسه كما يظن البعض لكنه قال بكل وضوح أنه جه بس عشان يعد الطريق للمسيح واقتبس النبوة اللي جات في إشعياء أربعين تتذكره وقال لهم أنه جه عشان يعمد بالماء كأمر رمزي للتوبة والتطهيل لكن هيجي قريبا بعده المسيح اللي هيغفر الخطايا فعلا ومحدش أبدا هيقدر يعمل الدور ده محدش يقدر يقوم به إلا ابن الله الأزلي المسيح لها كل المجد لحظوا معايا يا حبائي الحاح الفرسين في سؤالهم ليحان عن هويته في الجزئية اللي بعدها من آيات 21 لل23 مع أنه قال لهم كذا مرة أنه ليس هو المسيح وأنه مجرد صوت صارخ في البرية عشان يعد طريق الرب المسيح اللي منتظرها الأمة اليهودية من سنين ومن مئات السنين منشوف إغفالهم التام للأمر لأنهم كانوا مشغولين بيوحنة أما يوحنة فكان شغله شاغل أنه يشاور على المسيح باستمرار ويقول لهم أنه سيأتي من بعدي المسيح ومرة أقول لهم هو في وسطكم والمرة الأخيرة قال لهم أهو جه وصل هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم في آية 29 بالتحديد من أصحاح واحد ومن اللافت أن يحنة قال أنه مع أني أنا أتيت قبله قبل المسيح بحسب الجدول الزمني إلا أنه المسيح صار قدامي مع أنه جه ورايا لأنه في الوجود هو موجود في الوجود من قبله هو مؤسس الوجود بما لا نهاية هو الأزلي هو الأزلي الوجود هو اللي أوجد الوجود فبنعمة الرب هنستكمل الحديث في الأمور دي الحلقة الجاية عن شهادة يحن المعمدان للمسيح أشوفكم بنعمة الرب الحلقة الجاية وإلى ذلك الحين الرب يحفظكم ويبرككم آمين